السلام عليكم النهاردة هنعرف ازاي نسلم المشروع البحسي بتاعنا في عندنا طريقتين الطريقة الاولى للطلاب اللي عملوا البحس ورقيا ومعاهم كمان طلاب المنازل والخدمات وطلاب الدمج وطلابنا المصريين بالخارج كل دول هيجهزوا المشروع بتاعهم ورقيا ويحطوه في ظرف مغلق وهذا الظرف هيكتبوا عليه الرقم التعريفي بتاعهم اللي هو اسمه الكود هنكتبوا على الظرف وهنكتب الصف الدراسي لكل اللي اشتركوا في هذا البحس كل طالب من المنازل او الخدمات او الدمج او المصريين بالخارج هيوضح الكلام ده على الظرف من برة بعد كده هنروح نسلم البحس ده للمدرسة هيبدأ الكلام ده من يوم 9.05 لحد يوم 16.05 وبكده دي تكون اول طريقة لتسليم البحس اما الطريقة التانية هنسلم البحس الكتروني اول حاجة هنحفظ المشروع بتاعنا بصيغة البي دي اف بعد ما كان اصلا على برنامج الورد يعني هو عندي وورد وانا حوله الى بي دي اف وبعد كده تسمية الملف باسم جديد عبارة عن الكود بتاعنا ونحط رمز الصف بتاعنا مثلا لو الكود بتاعي 1 2 3 4 5 وانا في سنة تالتة ابتدائي هروح كاتب الكود 1 2 3 4 5 واعمل جنب منه حرف جي وسري زي اللي مكتوب في الورقة دي يعني اكتب الكود والسنة الدراسية بتاعتي زي الكشف ده بالظبط اذا كان في اكتر من طالب في البحس اولا هندخل على منصة ايدمودو في الفصول الدراسية هنلاقي ايقونة اسمها المشروع البحسي ودي هتظهر يوم 9 5 هندغط على الايقونة دي هيظهر نافذة هذه النافذة هنرفع المشروع عليها اول ما نضغط عليها هنختار ملف البي دي اف من على جهازنا هيترفع تلقائيا على منصة ايدمودو وهتظهر خانة اسمها خانة التفاصيل هنكتب فيها اكواد زملائنا اللي اشتركوا معانا في البحس لو كان معانا زملاء ثم نضغط على زر التسليم النهائي والكلام ده هيكون من يوم 9 5 لحد يوم 16 5 2020 وبكده نكون تم تسليم البحس بنجاح وبسهولة كبيرة مع تحياتي مستر محمد علي سليم